اشتركوا في القناة في انطلاق موسم البر لعام 2024-2025 قام سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بجولة تفقدية الى مركز خدمات البر للاطلاع على الاستعدادات والجهزية لتغديم افضل الخدمات للمخيمين ومرتدي البر وضمان موسم امن ومنظم للجميع هذا وقد اتفقد سمو محافظة المحافظة الجنوبية الخدمات المغدمة في مركز خدمات البر والتواجر الامني والتنظيمي والتي تم تجهزها باحدث الوسائل لضمان امن وسلامة المخيمين وذلك بالتعاون مع الادارة العمل المرور والادارة العمل الدفاع المدني ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية والادارة العمل الاسعاف الوطني ووزارة الاشغال وبلدية المنطقة الجنوبية كما اطلع سمو المحافظ على عرض مرئي حول مراحل التسجيل الالكتروني من خلال مبادرة خيم عبر تطبيق الجنوبية الذي يتيح اختيار المواقع المناسبة وفق المساحات المسموحة مع توفير دليل ارشادي الالكتروني لضمان التزام المخيمين بالاشتراطات الامنية والبيئية وتبع سمو المحافظ الجهود الامنية المشتركة والحملات التوعوية بالتعاون مع الادارات الامنية لتعزيز الثقافة المرورية وضمان السلامة العامة في المخيمات جهود متضافرة من قبل المحافظة الجنوبية وكافة الجهات المعنية لضمان موسم بر امن ومميز يجمع بين تقديم افضل الخدمات وتحقيق اعلى معايير الامن والسلامة للجميع ولن يسرنا التواجد في مركز المخيمين اليوم للاطلاع على كافة الترتيبات لاستقبال موسم البار لعام 2024-2025 المحافظة الجنوبية في اتم استعداد مع الجهات الامنية بوزارة الداخلية وبلدية المنطقة الجنوبية ووزارة الاشقال وكافة الجهات المعنية لضمان موسم امن ولا شك المحافظة حريصة لتنفيذ توجيهات سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه وبدعم من سمو ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه المحافظة دائما تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتنظيم سلسلة من المبادرات ونحن اليوم إن شاء الله جاهزين لاستقبال المخيمين ومرتدي البر ولا شك أيضا عليهم دور كبير أن يلتزمون بالاشتراطات وبالضوابط التي حددتها المحافظة الجنوبية وهذا دور مهم للمواطن أن يلتزم بكافة الاشتراطات اللازمة والتعاون مع الجهات المعنية ونحن في المحافظة نظمنا هالسنة العديد من الخدمات الجديدة منها الخارطة الإلكترونية ومنها الدليل الإرشادي وكلها خدمات تم إطلاقها هذا العام لاستقبال المخيمين ونحن إن شاء الله فيها تم استعداد ونشكر كافة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية على دورهم واستجابتهم وتعاونهم معنا وهذا المركز إن شاء الله سيحتوي على كافة الترتيبات اللازمة ونتمنى للجميع موسم آمن وموسم ناجح إن شاء الله بكل المقاييس ونتمنى أيضا أن يتم استمرار الحملات الأمنية لهذه السنة إن شاء الله بذلنا جهد كبير أن تكون متواصلة على مدى الأسابيع القادمة ونتمنى للجميع التوفيق وفي إطار جهود الإدارة العامة للمرور في تأمين السلامة المرورية لمرتادي موسم البر أكدت الإدارة أهمية التزام مرتادي البر بالقواعد والأنظمة المرورية في منطقة الإسخير وذلك بهدف ضمان سلامة الجميع والحد من وقوع الحوادث المرورية وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنها تعمل على تكتيف التواجد المروري على الطرق الرئيسية والداخلية في مناطق البر وذلك في إطار الخطة الشاملة لضمان سلامة مرتادي المنطقة مشددة على ضرورة توخي الحذر والانتباه بشكل خاص للمشاه وأهمية محافظة أولياء الأمور على سلامة الأطفال ومراقبتهم مع ضرورة اليقظة أثناء القيادة في المسار المحدد وعدم التجاوز والتأكد من صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية للمركبات لضمان رؤية واضحة